المترجم للقناة 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 والدعاء الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أكثر من آية ويؤكد على الدعاء ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي ذا دعان غير ذا دعوة الداعي ذا دعوة دعاة والتيكد على الدعاء لا سيما عند صلاة الفجر وبعد صلوات وفي ليالي الجمعة وفي شهر رمضان مبارك و großرم لديه دعوة وشريفة ولذلك فما أحلى الدعاء وما أعظم الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وآله ولذلك إذا أردتم أن تتعلقوا بالله أكثر فتقربوا إلى رسول الله صلى الله عليه وإلى أهل بيتي عليهم السلام لا سيمة إلى الإمام الحسين عليه السلام اللي هو حبيب الرسول صلى الله عليه وآله الدعاء مخ العبادة كما في روايات الشريفة فتأملوا في هذه الأدعية ربما يسألين لبعض الأخوة الكرام شيخنا من أين لكم هذه الأدعية هيا أدعيت أهل البحث عليهم السلام صحابة النبي ليست لهم أدعية الدعاء الذي وصل إلينا إما عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو عن أهل البيت عليهم السلام ولذلك هو الذي يجعله نحن أتباع مدرسة أهل البيت أن نتمسك بأهل البيت عليهم السلام ولذلك أطلب منكم أن يكون في كل بيت كتاب كتاب فيه أدعية سواء كان مفاتيح الجنان أو الدعاء والزيارة أو أي كتاب فيه أدعية أهل البيت عليهم السلام والله سواء كنتم في أي بلد في البلاد العربية أو البلاد الغربية أو القارات أو جنوب أفريقيا تأملوا في هذه الأدعية حتى تكون قريب من أهل البيت كثير من الناس قالوا لي شيخنا الذي جعلنا أن ننتمي وننظم إلى هذه المدرسة مدرسة أهل البيت عليهم السلام هي هذه الأدعية والله التقت بكثير من أبناء العامة قال شيخنا سمه دعاء الصباح أنقل لكم هذه القصة قبل أن أدخل في الموضوع أحد الأخوة ينقل لي من المؤمنين يقول كنا في مزدلفة أيام الحج صار أذان الفجر أذن المؤذن إلى أن وصلنا أشهد أن علي ولي الله عدنا في الدعاء مستحب هذا الشهادة وإذا برجل ملتح لحي طويلة وثوب قصير متشدد غضب يا بش بيك ماذا جرى لك أذن أخوتك ذاهبين للحج وبعد مزدلفة يذهبون إلى ميناء وبعد ميناء يذهبون إلى حج إلى الكعبة المشرفة ويطفون حول البيت ويسعون بنا الصفاء والمروة أنت جاي الحج وغضوا غضب عليهم تتاكلهم ما بك لماذا هذا التعنت يقول بدع 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 ثم ذاهب إلى خيمته وانتهى كل شيء يقول صديقي هذا الشيخ هو من المنطقة الشرقية من الأحساء والقطيف يقول شيخنا في السنة الماضية أنا جاي الحج فجاء رجل وسلم علي في المدينة قال يا هذا عرفتني قال لا قال انظر جيدا قال لا ما تذكر قال أنا الذي تهجمت عليك وعليكم في السنة الماضية في مزلفة قال نعم نعم تذكرت ذكرت نعم نعم صحيح قال الآن أنا انتميت إلى مدرسة أهل لبيت عليهم السلام ولكن بقى على شكلي على لحيتي على ثوبي باقي نفس الشيء يستعمل التقية قال أنا على منصبي وعلى مسؤولتي ولكن الذي سألته لماذا انتقلت إلى مدرسة أهل البيت قال دعاء الصباح قال أنا في الخيمة سمعتكم بعد الصلاة تقرؤون دعاء الصباح هو الذي غير مقي فذهبت على أبحث عن الأدعية على الانترنت قال جوجل كتبت دعاء الصباح طلعت دعاء الصباح دعاء كوميل دعاء السماد دعاء جوشن الصغير دعاء جوشن الكبير شو هذه الأدعية دعاء الندبة ما شاء الله شفت هاي المعالم من الأدعية كانت غائبة عنا احنا أصلا ما عدنا أدعية احنا أبناء العامة المذا ما عدنا أدعية أما جئنا إلى إذا إذا ما سأهل البيت شفنا هذه أدعية عظيم ولذلك أحبط أن يكون هذه الحلقة خاصة للدعاء عند قبر النبي حتى شبه احنا الشيعة متعلقين برسول الله ونعشق النبي ونسير على منج رسول الله هاي وصايا أهل البيت يا حبيبي أهل البيت هم يوصون أن ننتزم بسيرة رسول الله فنحن على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله نقرأ الدعاء وأنت أقرأ معي اقرأ معي وتأمل في الكلمات أقرأ ببطء حتى تتوجه إلى الكلمات ما رح أشرح لي ما عندي وقت ولكن أنت مع أقلك وضمنك ومجدانك خلي يدري هذا الدعاء يجري في عروقك تعرف حتى شنو الإمام الصاخ سلام الله عليه ينقل لنا هذا الدعاء أشهد أن لا إله إلا الله هاي وانتقرأ عند قبر النبي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عم من قل وحده لا شريك له اسمون مشركين كفار هاي بات وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أنك رسول الله وأشهد أنك رسول الله وأنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك انخاطب النبي وأشهد هي شهادة منا وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك بأي طريقة ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله وعبدت الله حتى أتك اليقين بالحكمة شوف هذا هذا الاسدوب مو الغضب والشدة اللين المحبة شون كان النبي بلغ الرسالة بالقوة بالبدعة والكفر والتكفير بهذه الطريقة اسمع بالحكمة والموعظة الحسنة طبعا حينما اشتقل من الآية بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي يحسن شون باقي الدعاء هذا باقي الدعاء وأديت الذي عليك من الحق وأنك قد روفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين فبلغ الله بك أفضل شرف محل المكرمين الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلالة اللهم اجعل صلواتك وصلوات ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وأنبياءك المرسلين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لرب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخيرتك من خلقه اللهم وأعطه الدرجة والوسيلة من الجنة وابعث مقاما محمودا يقبطه بالأولون والآخرون اللهم إنك قلت ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وإني انخاطب النبي وإني أتيت نبيك مستغفرا خاطب الله إلهي وإني أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي وإني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا محمد يا رسول الله إني أتوجه إلى الله ربي وربك ليغفر لي ذنوبي اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما تقدمنا متأخر وما نعلم وما لا نعلم أيها الأحبة هذا هو الدعاء عند قبر النبي والله يحتاج إلى حلقتين أتحدث عن معاني هذا الدعاء ولكن الوقت لا يسعني ننتقل إلى دعاء آخر عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله الرواي عن معاوية بن عمار قال أبو عبد الله الإمام الصادق الإمام السادس من أئمة أهل البيت عليه وسلام قال إذا إذا فرقت من الدعاء عند القبر يعني قبر النبي فأتي المنبر لأنه يكون قبر النبي وكفت حوالي سبعة أمتار أو ست أمتار المنبر فأتي قبر النبي وامسحه بيدك يعني إذا تمسح يعني إذا تمسح يترون عند قبر النبي وتمسح به على وجهك وإذا رأىك واحد من هؤلاء جلاوز العناصر لضربوك ولا اتهموك بالكفر والشرك جرب إذا عندك أقرباء ذهبوا الحاج يسألوهم وإذا تذهب سترى ذلك بأم عينك نعم قم عنده فأحمد الله عند قبر النبي أو عند منبر النبي فأحمد الله وأثنى عليه قل سبحان الله والحمد لله رب العالمين وسأل حاجتك أطلب حاجتك من الله ولكن أجعل النبي وآل النبي وسيلة إلى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتقوا إليه الوسيلة لذلك نحن الشياء نعبد الأئمة نعبد علي بن أبي طالب نعبد الحسن لا والله وإنما هؤلاء كالنبي نجعل النبي شفيع وواسط عند الله وهكذا نذب إلى قبر الحسين عليه السلام ونجعله شفيعا عند الله سبحانه وتعالى قال بعد أن تسأل حاجتك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين منبري وبيتي روضا من رياض الجنة النبي هذه روايات قال الرسول صلى الله عليه وآله ما بين قبري ومنبري روضا من رياض الجنة وإن منبري على ترعة من ترع الجنة الله أكبر مثل غرفة مكان جميل في الجنة هناك ترعة من ترعة الجنة وإن منبري على ترعة من ترعة الجنة وقوائم المنبر رتب في الجنة والترعة والترعة يقول في الرواه باب صغير ثم تأتي مقام النبي عند قبر النبي بعد ما تحل المنبر تأتي لقبر النبي فصلي عليه ما بدأ لك فإذا دخلت المسجد فصلي على محمد وآله اللهم صلي على محمد وآله محمد اللهم صلي على محمد وآله محمد وعجل فرجهم في عافية مننا ولعن أعداءهم صلي على محمد وآله وإذا خرجت ففعل ذلك وأكثر من الصلاة في مسجد النبي يعني أيها المؤمن أيها المسلم ليس هناك فرق بين قبر النبي ومسجد النبي زر النبي وادع عند النبي ثم اذهب إلى مسجد رسول الله وصلي صلاة الزيارة وشار الصلوات عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله ورواية أخرى عن الإمام زين العامين صلى الله عليه يقول تقف عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وتسلم على النبي ويشهد له بالبلاغ باعتبار تبليغ الرسالة ثم يستقبل قبله بعد زينة قبله تستقبل قبله وتقرأ هذا الدعاء اقرأ هذا الدعاء معي ونختم هذه الحلقة بهذا الدعاء اللهم صلي على محمد وآله محمد اللهم إليك ألجأت أمري هل وين تستقبل قبله عن قبر النبي اللهم إليك ألجأت أمري وإلى قبر محمد عبدك ورسولك أسنت ظهري والقبلة التي رضيت لمحمد استقبلت اللهم إني أصبحت لا أملك نفسي خير ما أرجو لها ولا أدفع عنها شر ما أحذر عليها وأصبحت الأمور وأصبحت الأمور بيدك ولا فقير أفقر مني إني لما أنزلت إلي من خير فقير اللهم أردني اللهم أردني منك بخير فلا رد لفضلك فلا رد لفضلك اللهم إني أعوذ بك من أن تبدل اسمي أو تغير جسمي أو تزيل نعمة عني اللهم زينني بالتقوى وجمني بالنعم وعمرني بالعافية وارزقني شكر العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنفجر الدماء أو تثور تكتب السطور تقلع السجادة الحمراء من الجذور عندما تفور ثمن الحرية الحضر دم النحور في مدى العثور حياتنا حسين وعاتنا حسين حياتنا حسين وعاتنا حسين ترجمة نانسي قنقر